الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ثم أما بعد حكم كلمة لو حكم كلمة لو شوف هو دائما بتحصل حالات في الحياة يقول لك لو أنا رحت لا ما كانش حصل لو أنا ما رحتش كان حصل كذا لو ما سفرتش لو سفرت لو رحنا المشور دا ستاني اللي فاتت لو عملنا حكم كلمة لو شوف لو لو جات على سبيل التحصر على أقدار الله حصر على أقدار الله فهذا حرار ولا يجوز ودل النبي صلى الله عليه وسلم قاله المؤمن القوي خير وأحبه لله عز وجل من المؤمن الضعيف وفي نهاية الحديث قال وفي كل احرص على منفعك ولا تقول لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا ولكن قل ما قدر الله وما شاء فعل لكن هي حكم كلمة لو عموما مش محرمة عموما لو كانت ليست على سبيل التحصر فليست محرمة النبي صلى الله عليه وسلم قال ولي لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولو بكيتم كثير ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي والنبي في حديث تاني يقول لو لأمنا عايشة الأولى لأن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ورجعتها على قواعد يوسف على قواعد إبراهيم عليه السلام في أكثر من حديثنا مثلا لو 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 صلى الله عليه وسلم لو استقبلتم والسيد عشل لو استقبلتم من أمري ما استدبرتم ما غصى للنبي وسلم غير أنساء فكلمة لو عموما ليست محرمة هنرجع لصاحب كلمة لو هل قلت على سبيل حصر لو قلت على سبيل حصر نقول لا حرام ما تقولش بلو أني فعلت كزا لكان كزا لقد قضى الله ما شاء فعل أما لو قالها ليست على سبيل حصر على سبيل استفادة من الأخطاء الماضية أنا استفدت لو الأيام ترجح تاني مش هعمل الغلط ده مش على سبيل حصر على سبيل أنني استفدت من أخطائي على سبيل أني تعلمت من دروس الحياة لو لأيام رجعت لو كزا ليست على سبيل حصر إن كانت ليست على سبيل حصر فلا حرج في ذلك Hutchنا صغط لأكثر من دليل على قول الله عز وجل والنبي قال لو تعلمون أو لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا وما تلزستم بالنساء على الفرش كرة النبي كلمت له في أكثر من حديث والله أعلى وأعلم